نشط مفصلة للأنباء من الميادين والبداية مع العنوين الجيش التركي يبدأ سحب قواته من أفغانستان بناء على إصرار طالبان وابلينكين يقول أن أي انخراط مستقبلي مع حكومة تقودها طالبان سيكون بناء على مصالح واشنطن بعد انتهاء مهلة خروج المسلحين الرافضين للتسوية في درعة الجيش السوري يستقدم تعزيزات عسكرية إلى محيط المدينة إصابات بالرصاص وقنابل الغاز بقمع الاحتلال مهرجان سيف القدس لن يغمد شرق خان يونس حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس تنال ثقة البرلمان وعبداللهيان يؤكد أن أولوية السياسة الخارجية لطهران هي لدول الجوار وآسيا القيادي في حركة النهضة عماد الهمامي يؤكد دعم إجراءات الرئيس السعيد ويعتبرها دستورية وحزب العمال يصف إجراءاته بالاستبدادية أهلا بكم أعلنت وزارة الدفاع التركية بدأ عملية إجلاء قوتها المسلحة من أفغانستان بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة بيان الوزارة أشار إلى أن القوات المسلحة تعود إلى الوطن بفخر عقب إنجاز المهمة المكلة إليها بنجاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده تتعامل في الوقت الحالي مع رسائل قادة حركة طالبان بتفاؤل حذر كما لفت إلى أن أنقرة ستواصل الحوار الوثيق مع جميع الأطراف في أفغانستان بما يتماشى مع هدف استقرار البلاد نفى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن يكون هناك موعد نهائي للإجلاء من أفغانستان كاشفا عن خطط يجري وضعها لإجلاء الراغبين في المغادرة بعد نهاية الشهر الحالي وقال بلينكين أن واشنطن عازمة على إنهاء مهمتها في هذا التاريخ مضيفا أنها تتعامل مع هذه العملية بحذر شديد لكونها تجري في بيئة معادية تسيطر عليها حركة طالبان وأشار إلى أن هناك احتمالا حقيقيا لهجوم من تنظيم داعش في أفغانستان لينكين قال إن أي انخراط مستقبلي مع حكومة تقودها طالبان سيكون بناء على مصلحة واشنطن نقلت شبكة سيان أن الأمريكية عن مصدر أن قطر ساعدت على ترتيب لقاء جرى الاثنين في كابل بين رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز والقيادي في حركة طالبان عبدالغاني برادر مشيرا إلى أن اللقاء يظهر دورا كبيرا تؤديه قطر في مستقبل أفغانستان ولسيما أن اللقاء الأخير هو أعلى تبادل مباشر لوجهات النظار بين الأمريكيين وطالبان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية السلام والأمن ومنع العنف في أفغانستان وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أكد بوتين ضرورة إجراء حوار بين الأطراف الأفغان يساعد على تاليف حكومة شاملة تراعي مصالح جميع مكونات المجتمع واتفق الجانبان الروسي والباكستاني على تنسيق المقاربات تجاه القضايا الأفغانية أكدت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ضرورة التحاور مع طالبان وقالت في كلمتها في البرلمان الألماني إن الحوار يحفظ المكاسب التي حققها حلف شمال الأطلسي على المجتمع الدولي أن يواصل الحوار مع طالبان في حال أراد الحفاظ على التقدم الذي تم أحرازه في أفغانستان على مدار عقدين من وجود حلف الناتو في البلاد رجح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن تتوصل الحركة لاتفاق سلام خلال وقت قريب مع قادة المقاومة في إقليم فانشير الذي لم تتمكن طالبان حتى الآن من السيطرة عليه وقال مجاهد أن طالبان على اتصال بأهل فانشير وتجري محادثات مع شيوخ ومؤثرين وقادة جهاديين مضيفا أن المحادثات ستحل المشكلة قريبا من دون حرب وأشار إلى أن طالبان أغلقت الإقليم من جهاته الأربع إن كانت الحرب خيار القوات في فانشير كشف الدبلوماسي الروسي السابق فيتشلاف ماتوزوف أن نحو ثلاثين ألف عنصر لداعش انتقلوا من سوريا إلى أفغانستان وأضف في حديث لبرنامج المشهدية أن دول آسيا الوسطى تدرك مخاطر هذا النوع من الإرهاب الدولي على استقرارها معلومات الروسية تدول على أن في مناتك شمالية هناك منظمات داعشية موجودة وبمساعدة التيران الأمريكي أخذوه من حولة من معسكر تكال في دفع الشرقي إلى نهر فراد هليكوبترات سجلوا أنقلوا إلى إراق شمال إلى إراق ومن شمال إراق إلى أفغانستان إلى مناتك شمالية إلى أفغانستان على حدود مع دول آسيا الوسطى لأن هناك في أفغانستان في سوريا كانت هناك حوالي 100 ألف من المرتزقة أعطوا عبر تركيا إلى سوريا وهم من جمهوريات آسيا ووسطى كرغيز، أسبك، تاجيك، وكازاخ واليوم عندما تنتهي تقريبا حرب ضد إرهاب داعش في سوريا انتقلوا إلى أفغانستان استقدمت وحدات الجيش السوري تعزيزات عسكرية لإنهاء سيطرة المسلحين في درع البلد بعد انقضاء المهلة المحددة التي منحهم إياها الجيش لتسليم أنفسهم وكان الجيش السوري قد أمهل المسلحين 24 ساعة ليخرجوا من درع باتجاه الشمال السوري لكنهم لم يستجيبوا للمبادرة رافضين التسويع ويبلغ عدد المسلحين 100 عنصر خرج منهم ثمانية ليسوا من بين المطلوبين أما البقية في الداخل فرفضوا الخروج حتى انتهت المهلة تشق أول الحافلات الخضر مسارها تحت جنح الظلام متجهة نحو الشمال السوري مخاض صعب يفتح الطريق أمام تنفيذ اتفاق تسوية في أحياء درع البلد طال انتظاره في أبرز عنوينه إبعاد عشرات المسلحين رافضي التسوية عن المدينة وتسليم السلاح المتوسط والخفيف ودخول الجيش إلى منطقة شكلت آخر المناطق خارج السيطرة في المحافظة الدولة السورية هي من قدمت لوائح بأسماء الإرهابين والمسلحين في درع وذلك يدل على أن مؤسسات الدولة السورية لم تأخذ الجميع بجريرة مجموعة من الأفراد تماما بعكس ما يصوره الكثير من الإعلام الغربي أو العربي التشويش على تنفيذ الاتفاق لم يتوقف الهتافات الصاخبة وأطلاق النار واستهداف المدينة بقذاف الهاون محاولة أخرى في مسار التعطيل لكنها لن تنجح تؤكد مصادر مواكبة للتفاوض الوقت يضيق وخيار الحسم العسكري حاضر بقوة في ظل تعزيزات عسكرية واستنفاذ مهل عديدة للتنفيذ الدولة السورية عدت العدة باتجاه العملية العسكرية لأنها تعلم بأن هؤلاء لا يلتزمون ولا يفون بما يتم التعاهد به من خلال أعمال التفاوض والمباحثات التي تجري بين الطرفين السيطرة الكاملة على محافظة درعة قرار لا رجعة عنه عسكريا وأمنيا وسياسيا خطوة يراهن عليها في طي صفحة دامية أثرت بعمق على الاستقرار في المحافظة بأسرها رهان المسلحين ومن يغطيهم من قوى خارجية معارضة على تدخلات ووساطات إقليمية لإبقاء هذا الجزء المعزول لم ينجح بعد ستين يوما من التفاوض لإنهاء ملف أحياء درعة البلد القرار واضح بطي ملف شكل نزفا لدرعة وضغطا على جنوب سوريا بأسره محمد الخضر دمشق الميادين منذ سنوات بدى واضحا وجليا أن تدمير سوريا وتقسيمها هما غية الحرب الشرسة التي دعمتها أطراف إقليمية ودولية تسليحا وتمويلا تقرير محمد بو عبدالله في درعة جنوبي سوريا كما في غيرها وتحديدا شمالي البلاد يبدو أن رهان التقسيم لا يزال مخططات قائمة لفصل المناطق عن السيادة السورية والمدبر لها والمستفيد إن أفلحت هم الأمريكيون والإسرائيليون بالدرجة الأولى لكنها بالفشل تبوء في كل مرة وتكون الغلبة لمنطق بسط السيادة واستعادة الدولة السيطرة على المناطق السورية واحدة تلو أخرى بعد أن خرج بعضها بالتمرد المسلح المدعوم إقليميا ودوليا فعودة ما تبقى منه تدريجيا مسألة وقت ليس إلا أثبتت ذلك السنوات وتؤكده وما من خيار أمام المسلحين في درعا سوى وضع السلاح أو حمله إلى وجهة أخرى هي محافظة إدلب مقصد المسلحين في اتفاقات سابقة وحيث جرى تجميعهم في منطقة خارج سلطة الدولة تتركز الجهود السورية الروسية على محافظة درعا في ظل حديث دمشق عن تسوية نهائية تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار هناك وفق شروط حددتها الدولة السورية وطبعا يعني ذلك الخلوة من مظاهر التسلح والمسلحين تكون دمشق إذن وحليفتها موسكو قد قطعت كلتاهم الطريق أمام فصل آخر من فصول مشاريع التقسيم وإن كانت إلى سوريا منشدة أعين الأمريكيين والإسرائيليين لا يرتد لهم طرف في مواكبة تطوراتها الجارية في العرف لا تقبل الدول بمناطق خارج السيطرة وهو عرف تعمل على تكريسه وترسيخه السلطة السورية أي استعادة السيطرة على خلاف سياسة تفتيت دول المنطقة بتشجيع الأقاليم والتحريض على قيامها كيانات منفصلة والغاية من ذلك التقسيم للمقسم هو أن تكون الهيمنة لكيان إسرائيل الدخيل وبغض النظر عن المواقف مما يجري في سوريا فإن اللعب على وطر العرقية والطائفية ليس مصلحة سورية وذاك ما يدركه من السوريين كثر ومن شعوب المنطقة بل مصلحة أمريكية إسرائيلية أساسها خلق عقلية التنازع وتأجيج الخلاف شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد أسامة خلد دعيج الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة غزة وشارك ألاف المواطنين في تشيع الشهيد دعيج إلى مخيم الجباليا شمالية القطاع كتاب الشهيد عز الدين القسام نعات الشهيد الذي كان أحد مجاهديها أصيب نحو عشرين فلسطينيين نتيجة قمع الاحتلال الإسرائيلي التظاهرة السلمية في مخيم العودة ببلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة التظاهرة جاءت تلبياة لدعوة وجهتها الفصائل الفلسطينية من أجل استمرار الفعاليات الشعبية رفضا للحصار والمماطلة الإسرائيلية في ملف إعادة أعمار غزة ورفضا لابتزاز السكان إنسانيا بالرصاص الحي وقنابل الغاز قمعت سلطات الاحتلال جموع المتظاهرين الذين خرجوا تنديدا بالحصار الإسرائيلي ورفضا لعدوانه على المقدسات محاولات القمع الإسرائيلية لن تثني الفلسطينيين كما يقولون عن مواصلة حراكهم الشعبي من أجل الضغط على الاحتلال لتحقيق مطالبهم لن نتوقف حتى نفك الحصار عن غزة بأكملها وإحنا بنقول لأهلنا في القدس بأنه إحنا في غزة راح نكون سند لإلكوا وظهر لإلكوا واللي برميكم بوردة بنرمي بنار واللي برميكم بطالقة بنرمي بصاروخ بإذن الله إحنا مش راح نتراجع إلا بفك الحصار الكامل عن قطاع غزة لأنه الشباب زهقت وشعب غزة كله تعب الناس بطلت فرقة معها الناس بدأت موت بكرامة الناس بطلت خف من حاجة أسمى عدو صهيوني وإحنا مستعدين كل يوم نقدم شهدة ونقدم جرحة كرمال أراضينا وكرمال تتحرر فلسطين القوى الوطنية والإسلامية أكدت خلال المهرجان الشعبي في مخيم العودة شرقية خان يونس أن استمرار الحصار مرفوض وأن المقاومة جاهزة لرد أي اعتداء على القدس والمقدسات غزة لا يمكن أن تتوانى في الدفاع عن الحقوق الوطنية لشعبنا في مقدمة عدوان الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى والدفة الغربية وتمانية واربعين وعلى الاحتلال أن يدفع تمام هذه السياسة خيرات شعبنا الفلسطيني مفتوحة ومن حق شعبنا الفلسطيني أن يستخدم كل الوسائل والأدوات للضغط على الاحتلال لانتزاع مطالبه والعيش بحياة عزيزة وكريمة وليس ألمام الاحتلال إلا دفع استعاقات معركة سيف القدس وكسر الحصار عن قطع غزة وإلا فأن حركة الجماهير ستتصاع ضد الاحتلال الصهيوني كما شددت القوى الوطنية على تواصل الفعاليات والتحركات الشعبية خلال الفترة المقبلة محذرة من المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ استحقاقات معركة سيف القدس وتؤكد الجماهير الفلسطينية أن لا رجعت عن حراكها الشعبي وأن كسر الحصار ووقف الاعتداءات على المقدسات هما مطلبان أساسيا متسلحين بإرادتهم وصمود مقاومتهم مهما بلغت التضحيات أحمد غانم غزة الميادين هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا قيد الانشاء في بلدة سلوان شرق مدينة القدس واقتحمت شرطة الاحتلال صباحا حي رأس العمود ثم داهمت منزلا لعائلة الزغل وشرعت بهدمه يدويا وكانت العائلة قد شيدت الشقة أخيرا قبل أن يصدر الاحتلال قرار الهدم يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بانت الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم في واشنطن حيث سيتصدر الموضوع الإيراني جدول اللقاء الذي استبقه بانت بالتعهد بتقديم مقاربة استراتيجية جديدة لإدارة بايدن بخصوص إيران تقرير منال إسماعيل تمهيدا للقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بانت إلى واشنطن بانت الذي يلتقي بايدن للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة رسم خطوطا عريضة للمواضيع التي ستطرح خلال اللقاء حيث تصدرت إيران وحزب الله ولبنان قائمة جدول أعمال لقاءاته في واشنطن أحمل معي من القدس روحا جديدة من التعاون نحن سنتعامل مع العديد من الجبهات وعلى رأسها الجبهة الإيرانية وسنتحدث على وجه التحديد عن الخطط لإيقاف البرنامج النووي الإيراني بانت تحدث عن نيته تقديم مقاربة استراتيجية جديدة للرئيس الأمريكي بخصوص إيران من دون ذكر تفاصيلها الدقيقة استراتيجية ترتكز بخطوطها العريضة على اتخاذ خطوات دبلوماسية واقتصادية ضد إيران من خلال ما يسمى منطقة العمل الرمادية وعلى تأسيس تحالف إقليمي مع دول عربية تعارض طموحات إيران النووية بحسب ما صرح لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بانت سيعرض أمام بايدن ليس فقط موقف إسرائيل بأنه يجب عدم العودة إلى اتفاق النووي بل موقفا استراتيجيا يتزرق أيضا إلى تعادم قوة إيران في المنطقة الموضوع الفلسطيني سيكون حاضرا أيضا في لقاءات بانت الذي أعلن أن حكومته ستواصل البناء الاستيطانية في الضفة الغربية ولن تقيم دولة فلسطينية وفيما يعلقون في إسرائيل ومعهم رئيس الحكومة نفتل بانت أمالا على أن تعيد هذه الزيارة تعزيز العلاقات مع إدارة بايدن التي تضررت خلال فترة حكومة بن يمين نتنياهو توقف مراقبون عند توقيت الزيارة التي تتزامن مع الانسحاب الأمريكي الذي وصف بالكارثي من أفغانستان وتأثيره على صورة الولايات المتحدة في المنطقة وفي الوقت الذي تستمر فيه إيران بتطوير قدراتها النووية والعسكرية نلت معظم التشكيلة الحكومية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ثقة أعضاء مجلس الشورى الإيراني باستثناء وزير التربية والتعليم وخلال دفاعه عن حكومته المقترحة أكد رئيسي أن حكومته لا تملك وقتا لإضاعته وستعقد أول اجتماعاتها اليوم كما عرب عن عدم تحمله أي فساد في الحكومة وموصلة محاربة الفساد في كافة أجهزة الدولة تقرير مالك عابدة بعد نحو إسبوعين وعقد 270 اجتماعا في مجلس الشورى أبصرت الحكومة الإيرانية الثالثة عشر النور هي حكومة يصفها مراقبون بالشابة والثورية والعابرة للأجنحة والتيارات السياسية تعيين الشباب في بعض الوزارات هو رسالة أمل لشباب البلد لن أقصر في محاربة الفساد أبدا ولا توجد أي خطوط حمر لدي في محاربة الفساد فالبعد عن الفساد أمر محوري في حكومتنا منح مجلس الشورى ثقته لثمانية عشر مرشحا وزاريا من أصل تسعة عشر لكن ذلك لم يفسد شيئا فالبعض رأى في منح الثقة لمعظم المرشحين تناغما بين الحكومة والمجلس يدلل على اختفاء الشرخ السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وظهور نوع من التكامل بين أركان الحكم في إيران يمهد لحل مشكلات البلاد ستكون العلاقة بين المجلس والحكومة علاقة متينة جدا فحينما تتعاون الحكومة مع نواب مجلس الشورى والبرلمان يدعم الحكومة في قراراتها ستصبح العلاقات بين السلطتين أكثر قوة تحديات كبيرة تواجه حكومة رئيسي بدءا من تفشي وباء كورونا وصولا إلى العقوبات الأمريكية ومكافحات الفساد والبطالة والتضخم في البلاد إيران بلد غني لدينا ثروات نفطية عظيمة ونأمل خلال الستة أشهر الأولى من تولي هذه الحكومة تخفيف أعباء مشكلات الناس الاقتصادية والصحية والمعيشية لذا أعتقد أن عليهم الاستفادة من وجود 15 جاراً لإيران في قضية الاستيراد والتصدير يرى البعض في حكومة رئيس نقاط قوة يجب الاستفادة منها بينما ينتقده آخرون بسبب تغييب المرأة عن تشكيلته الحكومية وعدم منحها أي حقيبة وزارية الدعم الكبير الذي حظيت به التشكيلة الوزارية لرئيس تقابله أعباء ثقيلة تواجه الحكومة الإيرانية الجديدة داخلياً وخارجياً وعلى المستويات السياسية والاقتصادية هو اختبار يصفه مراقبون بأنه صعب وعلى الوزراء الجدد تخطيه لنيل ثقة الشعب وتحقيق تطلعتهم ملك عابدة طهران الميادين أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الأولوية في السياسة الخارجية هي دول الجوار وآسيا ولفت إلى أنه سيعمل على متابعة سياسة خارجية متوازنة ونشطة وذكية تقوم على مبادئ الكرامة والحكمة وتحقيق مصالح البلاد أكد نائب قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حمزة علي كاوياني وجود الأسطول البحري الإيراني في المحيط الأطلسي خلال الأشهر الأخيرة مشددا على أن هذا الوجود تحدي للأمريكيين العميد كاوياني لفت إلى أن لأسطول الجنوب وجودا لافتا في شمال المحيط الهندي وسائر المياه الدولية وأكد الحضور المقتدر للقوة البحرية في بحر الشمال وخليج فنلندا إلى جانب القوة البحرية الروسية وكذلك في البحر الأبيض المتوسط مشيرا إلى أن مجموعة من القوة البحرية الإيرانية تعبر قناة السويس ما يثبت أن ما تتحدث عنه تل أبيب هو كلام فارغ كما شدد على أن إيران محور استقرار المنطقة مشيرا إلى أن إجراءات الحضر عليها من قبل أمريكا والدول الغربية عفى عنها الزمن وأشار إلى وجوب عدم السماح للأجانب والذين يسعون وراء الاستبداد في المنطقة بأن يجدوا لأنفسهم موطئ قدم فيها نشرتنا مستمرة ولكن بعد فاصل قصير تفضل بالبقاء معنا من جديد أهلا بكم أكد القيادي في حركة النهضة التونسية عماد الحمامي مساندته رئيس البلاد قيس سعيد في كل ما يقوم به داعيا إلى مساعدته ونفى لحمامي خروج قيس سعيد عن الدستور التونسي بتفعيله فصله الثمانين مشيرا إلى أن تونس كانت تعيش شللا تاما قبل الخامس والعشرين من تموز يوليو الماضي وأضف أن هناك أملنا اليوم في التغيير بعد تفعيل الإجراءات الاستثنائية ردا على تمديد رئاسة الجمهورية التونسية قرر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه حتى إشعار آخر رأى حزب العمال ما جاء في بلغ الرئاسة انقلابا على السلطات وأشار الحزب إلى أن خطوات الرئيس قيس سعيد ترمي إلى مشروع شعبوي قائم على الحكم الفردي والاستبداد على حد تعبيره حزب العمال رأى أن الحل لإنقاذ تونس ليس في تجميد البرلمان بل في حله ومحاكمة الفاسدين بطريقة عادلة وقانونية أكد الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن مسألة التمديد في التدابير الاستثنائية كانت متوقعة لافتا إلى أن المنظمة تصر على ضرورة إنهاء الفترة الاستثنائية وفي تصريح لجريدة المغرب أضاف الطاهري أن مسألة التمديد لها آثار خطيرة على الوضع العام مشيرا إلى أن الفراغ لا يؤدي إلا إلى الخلل في عمل أجهزة الدولة والإدارة هذا وأكد تمسك الاتحاد بالمطالبة بخارطة طريق مشددا على أنها مسألة ضرورية منهجيا وتاريخيا وسياسيا قال نائب رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر أحمد الدان إن قرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب جاء متأخرا وفي تصريح للميادين أكد الدان أن المغرب جعل أراضيه منصة للكيان الإسرائيلي لمهاجمة الجزائر ومن باع فلسطين وقام بالتطبيع المباشر والسافر بدون حياة يعني لا نتوقع منه إلا مزيد من الخيانات للأمة العربية والإسلامية ومزيد من السقطات لم يمر وقت قليل حتى جعلت الدبلوماسية المغربية أرض طاهرة مثل أرض المغرب منصة للكيان الصهيوني من أجل محاربة الجزائر لماذا محاربة الجزائر؟ لأن الجزائر تقف مع فلسطين وتدافع عن الحق الفلسطيني وترفض أن تنتهك إفريقيا من طرف الصهاينة اعتقلت الشرطة التونسية ثلاثة إرهابيين في القيروان وفي حوزاتهم أذياء عسكرية وكتب ذات منحا ديني متطرف الاعتقال جرى في منطقة بوحجلة وقد أمر القضاء بإبقائهم محتجدين للاشتباه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي من جهته أكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الجزائر توفيق بقعدة للميادين أن السبب الرئيسي لتصعيد الموقف الجزائري هو دخول إسرائيل على خط التوتر الجزائري المغربي بقعدة قال للميادين أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا جزائريا ضد تحرشات الكيان الإسرائيلي في المنطقة أعتقد بأن دخول الطرف الإسرائيلي الصيوني على الخط بهذه الوضوح هي القشة التي قسمت ظهر العلاقات البينية بين جزائر والمغربي لا يمكن للجزائر أن ترضى بأن يكون هناك طرف عدو لها على أراضي دولة ويتآمر حولها دلائل التآمر ليست مرتبطة باللحظة الراهنة وإنما هناك بالعودة إلى كثير من المواقف المغربية في كثير من القضايا سواء مرتبطة بالقضية الفلسطينية نجد أن الكيان الصيوني يدم فيها صعدت تركيا من سقف عملياتها العسكرية في شمال العراق لتصل إلى عمق 200 كم في عمق الأراضي العراقية قصف جوي وتواغل بري مستمران والتبرير ملاحقة حزب العمال الكردستاني محمد الفهد والتفاصيل تركيا تتمدد في شمال العراق بداعي محاربة حزب العمال الكردستاني دائرة العمليات توسعت لتصل إلى 200 كم في عمق أراضيه قصف جوي على أهداف وصفة أنقرة بالمهمة لكن بعضها كان ضد قوات عراقية رسمية في سنجار وزحف بري لتعزيز عشرات النقاط العسكرية التي تشرف على قرى كردية في إقليم كردستان العراق تركيا تمادت كثيراً بشمال العراق وأيضاً لم تحترم سيادة وجود العراق بهذا الاتجاه ولم تحترم قوانين ومواثيق الممتحدة التي منعت أن تتوغل أي دولة إلا بموافقة الدولة الأخرى خصوصاً بمطاردة العصابات بغداد حتى الآن لم تتحرك لمواجهة التجاوز على السيادة ولم تعلق على العملية الأخيرة الرئيس التركي قد يكون حاضراً في مؤتمر جوار العراق بعد تسلمه دعوة رسمية وقد تكون فرصة لفتح ملف تواجد قواته بشكل غير شرعي ومن دون تنسيق مع الحكومة العراقية هنا على السياسة العراقية والدبلوماسية العراقية وخصوصاً الخارجية وسيد رئيس الوزراء لعب دور جديد مهم لغرض التأثير على تركيا بدل ما أن تقوم تركيا بقصف وحرق الغابات وتجريف الأراضي لأن تركيا كما قلت تريد أن تعيد العثمنة وبعد أن كانت تركيا تقاتل حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل قرب حدودها بدأت تتحدث عن انتشار الحزب في سنجار وبعض مناطق كركوك وأن هذا الوجود غير محصن أمام ضرباتها بعيداً عن المواثيق والمعاهدات وحسن الجوار تنفذ تركيا العمليات العسكرية في العراق مبررة ذلك بالدفاع عن نفسها بحسب مراقبين فيما بغداد محرجة داخلية من الخطوة التركية بعد تأخر الرد أو على الأقل توضيح ما يجري للرأي العام محمد الفهد بغداد الميادين قال عضو حركة تعطاء حيدر التميمي في حوار يا عراق الخير إن عدم اكترات الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية للاعتداء التركية على الأراضي العراقية يولد الأحباط لدى الشارع العراقي الاستنكار والتعجب لما يجري في العراق في قرانا في داخل دولتنا وما يصاب من أبناء العراق قبل أيام قلائل يسقط مجموعة من الشهداء ويوم أمس يسقط اثنين من الشهداء وللأسف شديد يعني أننا لا نجد شيء بمستوى ما يقع علينا من ظلم وحيف لا حراك الخارجية العراقية ولا اهتمام بالموضوع من قبل الحكومة العراقية ولا المختصين بالأمور الأمنية وهذا بالتأكيد يولد إحباط لدى مجموعة مهمة من شرائح المجتمع العراقي وأنا أعتقد أنه موضوع عدم الاهتمام والاكتراث بما يلحق بأي ضرر يصاب بأي عراقي على اختلاف لونة وجنسيتة وانتماءة وديانتة من قبل الجميع وما يولد إحباط على اعتبار أنه نحن نشوف في بعض الأحيان حينما تحل مثل هذه الأمور في مكان معين ربما يكون الاهتمام أكبر بدوره شدد عضو حزب تقدم العراقي رزاق العبيدي على دور رئيسي الجمهورية والحكومة والأجهزة الأمنية في مواجهة الاعتداء التركي هذا التشضي وهذه الخلافات في عدارة الدولة تجعل من العراق هدف إلى تركيا وغير تركيا من دول الجيران حقيقة سيادة العراق من واجب الحكومة من واجب رئيس مجلس الوزراء ومن واجب رئيس الجمهورية ومن واجبات الأجهزة الأمنية الكل لم يأخذ دوره في أي موقف وطني تجاه الاعتداء السافر من قبل تركيا ولكن الموقف الأول ومطلوب من الرئيس الحكومة والموقف الثاني مطلوب من الرئيس الجمهورية والموقف الثالث مطلوب من الأجهزة الأمنية التي موجودة في ذلك القاطع نقش مجلس الأمن الدولي الوضع في العراق الجلسة ركزت على الاستعدادات الانتخابية والمخاطر الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد تقرير نزار عبود رسالة قوية وجهت رئيسة بعثة يونامي للعراقيين بعدم مقاطعة الانتخابات نتيجة التضليل الإعلامي أو عدم الثقة بالعملية الانتخابية فالعراق بحاجة ماسة لكل صوت لكي يتقدم نحو إصلاح هيكلي عميق لنكن صريحين المقاطعة ليست استراتيجية فعالة ولن تحل شيئا بل على العكس فالصوت المحجوب هو هدية للطرف المقابل لذا من الواجب عودة المقاطعين والسياسيين إلى العملية السياسية الولايات المتحدة التي حكمت العراق لعقدين قدمت نفسها كشريك استراتيجي للعراق في المرحلة المقبلة وساهمت ماليا وفنيا مع المجموعة الأوروبية في الإعداد للانتخابات والإشراف عليها عبر بعثة الأمم المتحدة لتأمين شراكة استراتيجية دائمة نوسع دائرة علاقاتنا لتشمل طيفا كاملا من الشراكة الاقتصادية والتنموية والمناخية والصحة العامة وحقوق الإنسان ولم تهم المندوبة الأمريكية موضوع التدريب العسكري الطويل بعد الانسحاب بداعي محاربة داعش أما الموقف العراقي فجاء مؤكدا استقلال العراقي وسيادته يكرر العراق دعواته لعدم استخدام أراضيه ساحة لتصفية الحسابات أو لأغراض سياسية أو تحت ذريعة مكافحة الإرهاب الاستعدالات ماضية لإجراء الانتخابات العراقية في موعدها وبعثة يونامي قدمت مشورة لتوظيف وتدريب 350 ألف مشرف على تلك الانتخابات لكن الشكوكة قوية في مجلس الأمن حيال مدى صلابة الوضع السياسي داخل العراق نفسه ومدى إمكانيته لإجراء الانتخابات نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين تواصل القوى الأمنية اللبنانية مصادرة كميات كبيرة من البنزين والمزوت في أكثر من منطقة فيما أكد أن ناب حسن فضل الله للميادين على ضرورة محاسبة المحتكرين من دون الالتفات إلى انتماءاتهم المناطقية أو الطائفية تقرير عباس الصباغ لم يعرف لبنان حتى خلال سنوات الحرب مثل هذه الطوابير أمام محطات الوقود مشهد يعكس الإذلال الذي بات يوميا في البلاد وكأنه لم يكن ينقص اللبنانيين في زمن الانهيار الاقتصادي والمالي سوى جشع بعض المحتكرين وتخزينهم ملايين اللترات من البنزين والمزوت لكن اللافتة كان بدء التخزين منذ أشهر ما يعني أن بعض المحتكرين كانوا على علم بالأزمة قبل وقوعها والاحتكار جريمة يحاسب عليها القانون اللبناني ويحكم على مرتكبه بالسجن والغرامة إضافة إلى مصادرة ما يخفيه ما يرتكب بحق اللبنانيين من احتكار وتلاعب الأسعار هو جريمة موصوفة المطلوب من القضاء اللبناني أن يعمل سلطاته وينزل أشد العقوبات وأقصاها بحق المحتكرين للمشتقات النفطية أو للدواء أو لأي سلع أخرى خصوصا السلع المدعومة من قبل الدولة اللبنانية بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو مناطقية أو طائفية الاحتكار لا يقتصر على المحروقات وإنما يطال الأدوية في تصرف يهدد حياة آلاف المرضى وزير الصحة حمد حسن أشرف على مداهمة مخازن للدواء الاحتكار أكيد جريمي كبرى يعني عم بتروح ناس عم تقعد ناس بلا دواء وفوق هايك عم تبيع الدواء للمواطن اللي أنت جايبه على الألف وخمسة أو على السعر اللي صار جديد من وزارة الصحة عم بتبيعه بضرب عشر وضرب عشرين الاحتكار في زمن الانهيار جريمة وما دعوات مسؤولين في لبنان لمحاسبة المحتكرين سوى محاولة لردع هؤلاء في مرحلة هي الأصعب في تاريخ لبنان الحديث الاحتكار جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني بيدان الاحتكار في زمن إذلال الناس أمام محطات الوقود والصيدليات يجب أن تكون عقوبته مضاعفة بحسب ما يطالب به أكثر من مسؤول في لبنان فلبنان يعيش واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في تاريخه بعد اجتداد الحصار ولجوء المحتكرين إلى إخفاء الأدوية والمحروقات عبدالصبغ بيروت الميادين كشفت دراسة عدتها سلطات الأمريكية أن فعالية لقحي فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا انخفضت من 91 إلى 66% منذ سيطرة المتحور دلتا في البلاد لكن الدراسة أكدت أن هذا التراجع قد لا يكون ناجما حصرا عن المتحور دلتا بل قد يكون مرده تراجع الفعالية مع مرور الوقت وشرت إلى عدم وجود فارق بين فعالية اللقاحين مشددة على أهمية أخذ اللقاح لمنع الأعراض الخطيرة لا نتائج واضحة في تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن تحميل الصين المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا فما تبعات هذا التقرير الفيروس الصيني كلمتان ظل ترامب يكررهما حتى خروجه من البيت الأبيض واشنطن اتهمت بكين بمسؤوليتها عن تسريب مختبري أدى لانتشار فيروس كورونا الفراضية الأمريكية لم تموت جو بايدن نفسه أعلن عدم استبعادها وهو أمر أجهزة الاستخبارات الأمريكية بمضاعفة جهودها لتوضيح منشأ الفيروس ما إذا كان حيواني المنشأ أو تسربا من مختبر صيني في ووهان لكن التقرير المنتظر فشلا في حسم هذه القضية فمسؤول المخابرات لم يتمكنوا من التوافق على تفسير قاطع على ما نقلت صحيفة واشنطن بوست فيما لفتت صحيفة وولد سريت جورنال إلى أن أحد الأسباب يعود إلى عدم تقديم الصين معلومات كافية عودة نظرية تسرب الفيروس من مختبر في مدينة ووهان بقوة إلى صلب النقاشة في الولايات المتحدة قبله ارتفاع في اللهجة الصينية الرافضة والتي تتهم واشنطن بنشر نظريات المؤامرة حول منشأ الفيروس التاجي واشنطن تدرك أن من وراء اتهاماتها هذه لبكين التشكيك بمصدقية الصين وبمؤسساتها وتشويها سمعتها السياسية والأخلاقية فضلا عن توجيه ضربة لصناعاتها والتأثير سلبا على نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي إضافة إلى فتح الباب على مصرعيه لمطالبتها بتعويضات هائلة يبدو أن الإدارة الأمريكية وصلت إلى الطريق المزدود بانتظار الإفراج عن باقي التقرير فما هي القضايا التي ستلجأ للاستثمار فيها هل ستكون قضية بحر الصين الجنوبي شماعة أمريكية جديدة تعلق عليها واشنطن آمالها وذلك بالنظر إلى جولة الآسيوية لكمال هاريس شهد مسرح المركز الثقافي عرض مسرحية حارس المدينة التي تلقي الضوء على مدينة عمان بكل تفاصيلها وفكرة غياب الإنسان تقرير لانا شهين حارس المدينة مسرحية تحكي حكاية العاصمة عمان وتروي أحوال من يقطنها وباتساع المشهد تكبر الصورة وحده البطل يحاول أن يلملم أطرافها في تسعين دقيقة تجمع بين المونودراما والميلودراما معقول نهار الاتحاد السوفيتي في عمان وين أهل عمان؟ جيف اختفوا هيد فجأة بطل المسرحية هو الراوي نفسه يغوص في أعماق ذاته في حالة هون تسمع صوته الداخلية يتأرجح ما بين الواقع والخيال وبين الحياة والموت وبين المدينة الضائعة والفاضلة حيث يتوه مبتداها عن منتهاها هذه المسرحية مأخوذة عن الرواية الرواية اسمها حارس المدينة الضائعة مكتوبة عام بين 96 و 98 صادرة بال 98 تتخيل عمان في عام 2020 خالية من السكان تماما باستثناء شخص وجد نفسه وحيدا فاستعاد خمسين سنة من الحياة شكلته وشكلت مصيره وشكلت أحلامه أو دمرت أحلامه جلبي دوك سرحة أجزي صرخت فيه بعدين معك يا زلمي أمريكي كظن قيضة حرب نفسية تستعر على خشبة المسرح الصحيح كل واحد لازم لما يحكي مع حاله يكون صريح عن عمد وسابق إصرار يغيب اسم البطل لكن يبقى الحارس رمزا لكل مواطن اتعاملنا مع بطل مجرد عدنا تشكيله ضمن شخصيتين أساسيات كانوا على خشبة المسرح وأطلقنا تسميتين على دولا الشخصيتين طبعا دولا التسميتين عنا واحد سميناه سفاري بحكم أنه لابس بدلة السفاري اللي بيعبر عن الموظف المستكين اللي ماشي الحيط الحيط وبقول يا رب الستر ونابليون هاي الشخصية العمانية المتمردة لأنه فعليا اتمرد على ذاته في لحظاته ليش بس أنا؟ لانا شهين عمان ليش أنا؟ آل ما يدين؟ ليش؟ مع هذا التقرير من عمان نصل إلى الختام في تذكير بالعنوين الجيش التركي يبدأ وسحب قواته من أفغانستان بناء على إصرار طالبان وابلينكين يقول أن أي انخراط مستقبلي مع حكومة تقودها طالبان سيكون بناء على مصالح واشنطن بعد انتهاء مهلة خروج المسلحين الرافضين للتسوية في درعا الجيش السوري يستقدم تعزيزات عسكرية إلى محيط المدينة إصابات بالرصاص وقنابل الغاز بقمع الاحتلال مهرجان سيف القدس لن يغمد شرق خان يونس حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تنال ثقة البرلمان وعبداللهيان يؤكد أن أولوية السياسة الخارجية لطهران هي لدول الجوار وآسيا القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي يؤكد دعم إجراءات الرئيس سعيد ويعتبرها دستورية وحزب العمال يصف إجراءاته بالاستبدادية لمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية شكراً لطيب المتابعة بأمان الله